حاول نقاشنا كالتالي خلال هذا الملتقى كذلك فإن العديد من الأساتذة والباحثين من مختلف دول العالم الذين شاركوا في هذا الملتقى تطرقوا إلى نقطة فيما يتعلق بتكنولوجية الإعلام والاتصال وتكنولوجية الحديثة وسلبياتها وأختارها على الأطفال إذن أساتذة جامعيون يدقون نقوص الخطر التكنولوجية الحديثة خطر يتربص بالأطفال بالإضافة إلى أن الأطفال والتكنولوجية الحديثة ساعات من العزلة والانطواء سيكون هذا خلال محورنا الأول أما المحور الثاني سنتحدث عن دولة الإمارات التي قطعت أشواطا كبيرة في التكنولوجيا الوجه الآخر للرقمنة الحديثة للحديث عن هذه النقاط نسعد باستضافة السيدة أمل نبيل بدر أستاذة بكلية الإعلام والعلوم الإنسانية بجامعة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة مساء الخير سيدتي وشكرا لك على تنبيت الدعوة مساء الخير حبيبتي أنا اللي شرف لي أن أكون في دولة الجزائر اللي أعتبرها دولتنا التانية بعد مصر وبعد دولة الإمارات شكرا لك طيب بداية هل لك أن تضعينا في صورة الملتقى الذين تشاركون فيها اليوم بالجزائر أنا ساعدتي جدا جدا بلقائي في الملتقى الجزائري وده ليس أول لقاء ليا في دولة الجزائر أنا كان ليا لقاء من ثلاث سنوات بردو كان في المؤتمر والحين كان ليا لقاء التاني فساعدتي جدا باستضافة المؤتمر بالذات لأن الموضوع عن تنشيط تنشيط الألام والألام الجديد ووسائله المختلفة فكانت ليا مشاركة تحت عنوان الآلام الجديد وقعه وآثاره الاجتماعية على القيم الأسرية للتفل العربي طيب ما نشهده كان ماذا يشفر العديد من الدول لو تختلف اللهجة تختلف الدولة لكن نتقاسم نفس المشاكل نقدر نقول على صعيد تكنولوجية الإعلام والإتصال التي شاهدنا اليوم أصبحت هناك هيمنة كبيرة خاصة تترصد بأطفالنا الجيل الجديد نلقاه دائما عبر الهواتف الذكية وعبر الآيباد أكيد لهذا الأمر خطر كبير ودائما الأساتذة والباحثين لا زالوا يذكرون خاصة الأولياء بأن هذا خطر يتربص بالأطفال خلال هذا الملتقى النقاط الجديدة التي تم التطرق إليها والله الموضوع من المواضيع التي تم التطرق لها قبل كذا واليوم تم التطرق لها وما زالت بتحتاج إلى دراسات أخرى وأبحاث أخرى لأن الموضوع شاق جدا هو الموضوع بيتحدد في الطفل العربي في الطفل الطفل ده مرحلة الطفولة دي من أخطر المراحل تنشئتها اجتماعيا وتنشئتها تربويا فمن أخطر المراحل اللي ممكن لازم ننظر إليها نظرة قوية ونشوف إيه النقوص الخطر اللي بصاحب أولادنا في الفترة دي بسبب التطور التكنولوجي فبقى التطور التكنولوجي بالنسبة لنا عالم تاني وسائل مختلفة استخدامات أخرى الطفل دلوقتي بقت استخداماته وسائل التطور التكنولوجي بتعتبر زي الأكل والشرب يعني ما بقاش شيء جديد أو شيء بلدور عليه لا ده بقت استخدامه للهواتف النقالة استخدامه للأيبادات استخدامه للأشياء دي بقت من طبيعة حياته العادية فبالتالي يعني وسائل اتصال الحديثة شيء احنا كلنا لغ محسنه اللي ما نقدرش ننكرها لغها بقينا نطمئن على أولادنا بقينا يعرف معلوماته ونعرف الأهل بقت فيه تواصل بقت فيه معلومة فبقت فيه اكتشاف لأي معلومة جديدة بقت بتعلم اللغة كل الأشياء دي فيه المحاسن أو الفوائد للتواصل الاجتماعي ولكن المشكلة بتاعوقنا هي الأضرار يعني الأضرار لاستخدام الشبكات التواصل من أضرارها على قيمنا على قيم الأسرة على الترابط على على العنف على العزلة على التحصيل الدراسي على على البر على الأخطر من كده على الدين ويمكن ده بيرجع لانشغال الأب انشغال الأم العمل المتواصل فانشغلوا عن الأطفال طيب دور الأولياء في هذه النقطة إذا تحدثنا لأنه طفل اليوم هو رجل الغد مستقبل أكيد طبعا طيب لابد من الأولياء أن يعو هذه الخطورة ليس فقط يقول بأنه أصبحنا اليوم في عصر تكنولوجيات والإعلام ولاية السلطة يبلابد حتى أن الأطفال يتماشاوا مع هذه التقنية الحديثة لكن على النقيد من ذلك يجهلون العواقب الوخيمة ما هي المشكلة بترجع لإيه المشكلة بترجع أن التطور التكنولوجي أطفالنا الصغيرين بقوا متقدمين فيه أكثر من أولياء الهور ما هي دي هي دي العقبة يعني ولي الأمر كجيل أكبر لما تيجي تسأليهم لا يقولك أنا أعرف التكنولوجي والتطور ولكن لا تطور الطفل أعلى من تطور الآباء فبقت المرأبة يعني غير مدرك هو إيه اللي بيستخدمه هو إيه اللي بيعمله هو إيه بيتطرق لإيه في وسائل التواصل إيه الأشياء اللي بيشوفها على اليوتيوب وبالذات إن أنا لما عملت الدراسة طلع إن اليوتيوب بالنسبة للأطفال في المرحلة إن طبقتها من سن خمس سنوات لتلات عشر عام فطلعت إن اليوتيوب في المرتبة الأولى جمع مجتمع وسائل الأعلام نفسها بقى لها من خلال التوعية آه طبعا لها دور كبير المفروض توعيهم مع أولياء الأمور يعني هي حلقة متواصلة من بدايتها ومن نهايتها فيها حلقة متواصلة لازم من التطور فيها أو يعني لانسجام ما بينهم من بعض لعلاج ده وده اللي أنا حتى قلت يعني أو اقترحت من ضمن التوصيات للتربية الأعلامية تأخذ دورة كبيرة باعتبار لازم تأخذ دور كبير تسام بشكل كبير في نقل الصورة الإيجابية بكل محتوياتها طيب سيدة أمل نبيل بدر لو نمروا للشقة الثانية والمحور الثاني نقتنم يعني اكتواجدك معانا للحديث عن تكنولوجية الإعلام والاتصال وبالتحديد عن التجربة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة لأصبحت اليوم رائدة ونموذج يعني يحتدى به في مجال تكنولوجية الإعلام والاتصال كيف استطعت اليوم دبي أن تقضع كل هذه الأشوات يعني فوق التفكير يفوق التفكير يفوق التوقعات مش مثلا بحر سنة 2-13 لأ ده كل يوم ما هو جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة في التطور التكنولوجي الحين كل مؤسسات الدولة كل أغراض الدولة كله بتخلص بمجرد وسائل الاتصال يعني بيديك مجتمع رفاهية ومش مجتمع رفاهية معناها أنك بتترفاهي وما تعملش أي شيء ولكن لترك مجال للإبداع أنا بوفر لكل اللي محتاجه إبداعي فقري انتجي وصلي فدورة الإمارات كل شيء على سبيل المثال التليفونات بتخلصيها وانت في البيت تعب الموبايل تليفون صفر فواتير كل ما تتخيلي بيخلص عن طريق الموبايل بخدمة الموبايل وانت جلسة في مكانك يعني لعناء صفر ولا تقف في أماكن ولا توبي لا 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 كل شيء بنقرة كله بنظر إلى المشاريع مشروع المدينة مدينة دبي إذا كنت حدثنا عليها استراتيجية دبي للبلوكتشين وغيرها يعني من من النباذج في دولة الإمارات العربية المتحدة طيب الاستفادة من النموذج النموذج للإماراتي أقول والعديم من الدول العربية إذا قلنا الجزائر يعني كيف بإمكان أن نصل إلى هذه الريادة لقدرة دولة الإمارات أن تصنع الفارق فيها دولة الإمارات صنعت الفارق بيرجع للقيادة الرشيدة للتفكير للتفكير عن بعد للخروج خارج السندوق خارج التفكير فلقى قيادتها ما بيخلوش على شعبهم بكل ما هو جديد فوصلت للي يعني أدركت منذ زمن بعيد أن البترول شيء ثورة غير دائمة أنها ثورة منقرضة فاتجهت لي للمجتمع المعلومات إنه هو ده الثورة الحقيقية هو ده فاستخدمت مجتمع المعلومات في كل شيء ممكن تكون في البداية كانت استهلاك للمجتمع ولكن بعد فترة بقت إنتاج يعني بقت تتطور في كل شيء أنت الحين بتدخلي المطار ما بتوقفيش في جوازات تختم للجواز السفر ولكن أونلاين يتختم أوتوماتيك ما على الجهاز بتوصل لدولتك بدون وقفة ولا ختم جواز مش عليه ختم يعني الختم نفسه لا ما بقتش الحاجات موجودة فبقت في تطور تكنولوجي وده اللي محببنا في ودليل على ذلك كذلك استحدثت حتى وزارات يعني دقنا وزارات هذا كان الاصطناعي وغيرها من الوزارات ليصهر يعني عليها شباب كل الوزارات كل الأعمال مثلا أنا في الجامعة بقت الكتب الدراسية كلها كتب إلكترونية بقت عندنا الطلبة بيدرسة كتب إلكترونية مجرد إنها على الموديل استخدام الموديل بتنزل الكتب على يستخدمها بدون ورق بدون كل الخطابات أونلاين كلها يعني توجه نحو حكومة إلكترونية رقمية كل شيء في كل شيء السيدة أمل نبيلة بدر أستاذة بكلية الإعلام والعلوم الإنسانية بجامعة عجمان بالإمارات العربية المتحدة سعيدنا كثير بهذا اللقاء وشكرا لك وإقامة طيبة بالجزائر بحول الله أنا سعيدة كتن بك وبلقائي مع قناة النهار وشكرا